بسم الله الرحمن الرحيم ولادي وحبايبي طلبة grateful تعالوا نكمل آخر بارت معنا من listen to ونفهم كل حاجة عن النكتورنال أليبل والنيرباسس ما تنسوش لو دي أول مرة تشوفونا سبسكرايب بقى للقناة وفعلوا زر الجرس وما تنسوش اللايك والشير والكومنت على الفيديو يلا نشوف آخر بارت من listen to حنتكلم النهاردة في sensing the environment ازاي ندخل الحدوتين بتوعي الكونسبت الأوليني والكونسبت التاني مع بعض يعني ايه؟ يعني زي ما كنا في الكونسبت وان بنتكلم عن الادابتيشن اللي حصل في living organism وبعدين اللي فات تكلمنا عن ازاي النيرفاس سيستم بيساعدنا ان احنا نعرف نستقبل الانفورميشن اللي حولينا ونترجمها في دماغنا كده او احنا النهاردة هندخل الدرسين مع بعض حنشوف living organism زي الجوربوا اللي هو ده اللي قدامنا ده اسمه جوربوا ده نوع من انواع الrodent يعني شبه من عيلة الارات كده عيلة الفار كده بس بيعيش في الديزرد وبيدور على الفود بتاعه at night على فكرة وat night دي هتفكرنا بحاجة بس تزبروا عليها شوي طيب حنشوف بقى ازاي اللي ربنا خلقها فيه مع النيرفوس سيستم اللي موجود جواه قدروا اللي اتنين يخلي الجوربوا ده يعمل survive ويكمل في الانفورمينت بتاعته احنا اتفقنا ان هو موجود في الديزرد اتفقنا كمان انه بيدور على الفود بتاعه at night اتنايت دي تفكرني بحد خدناه في الليسون اللي قابلي كده بيعمل hunting at night علشان الفود بتاعه بيطلع at night برافو عليك هو البات البات لما سألنا ليه عنده حدوتة الايكولوكيشن ده قلنا علشان هو بيعمل hunting at night لان الفود بتاعه اللي هو زي الجوربوا ما بيطلعش يدور على الفود غير اتنايت فانا لو عايز اصطاد جوربوا لازم اطلع له at night علشان الاقيه نبنقول كده ليه بنقول علشان ندخل الدروس كلها ببعض فيبقى حضرتك مجمع الدنيا كلها في دماغك احنا بنتعلم الساينس علشان نفهم الدنيا ماشية ازاي مش علشان احفظ كلمتين واروح اسمعهم في الامتحان خلي عندك الكونس ابتداء في دماغك على طول اي حاجة بتتعلمها سواء في الساينس في الماذ في السوشيل اي مادة حواليك بتتعلمها حاول تدخلها في حياتك علشان تحبها وعشان تحس هي بجد ازاي مفيدة تعالوا بقى نشوف الستركشور الادابتيشن اللي موجود في الجوربوا ده انا اول ما بصيت عليه كده لقيت التيل بتاعه شكله غريب ولقيت كمان اللج بتاعته غريب قوي وخصوصا الهيند لج لهي اللج لناحية وردي كمان القير بتاعته شكلها غريب قوي اطول بكتير من القير بتاعت الردنت او القير بتاعت الرات مثلا اوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو وفي نفس الوقت يعني إيه يعني حساسة يعني لو الصوت بعيد خالص يقدر برضو يسمعه كلمة سهلة قوي على فكرة يعني زي زي السن بتاع القلم اللي بيتقصف مننا ساعات كده وست يعني قعد مكانك وإيه يبقى لإير بتاعته large و sensitive قلنا ليه give reason علشان كان detect even a quiet sneak حتى لو بتقرب منه sneak وهي quiet خلص وهدية ومش بتطلع صوت عالي يعرف يعمل detect يعرف يسمعه يحس بيها بردر طيب بس الإير بتاعته اللي فيها structural adaptation لا يمس الليج بتاعته أو ال hind leg long hind leg ليه بقى ليه مش لجس و غنانة زي الرات العادي اللي بيجري بسرعة ده علشان الجرب و ده انا مش عايزة بس يجري ده انا عايزة هيعمل jump لlong distance فلازم تبقى ال hind leg بتاعته long علشان يقدر يعمل لي jumping اللي بنتكلم عليه ارجع كده في دماغك وتخيل لو الرات العادي اللي احنا بنشوفه ده عايز يعمل jump ايه ده مش حيعرف دي الليج بتاعته ال hind leg دي لزقه في البضي بتاعه آه لكن الجرب هو لا اهو عنده long hind leg تقدر تخليه يعمل junk و long distance كمان تالت حاجة موجودة عنده الفيد والتحوز بتاعته ليها hair يعني صابع كده بتاعته وفي ايده كمان وفي الليج كمان عنده hair فيها ليه؟ علشان دي بتساعده انه هو gripe the sand يعني ايه gripe the sand يعني يمسك السند وهو بينط لما ييجي ينط كده ويعمل jumping فوق rookie sand او حتة sand كده لما يتزح لا مش حينفع انا في حاجة بتجري ورايا ده انا بهرب بالزبط كده to gripe the sand when it hops and jump التالتة اللي قلناهم دول structural adaptation بس ربنا مش بس خلق له structural adaptation ده خلق له كمان behavioral adaptation مهم جدا زي ما افتكرنا structural adaptation يعني ايه؟ تعالوا نفتكر كمان behavioral adaptation يعني ايه؟ يعني behavior يعني activity living organism بيعملها وقت ما يحتاجها اهو بقى الجرب وده هيعمل hops ain't zigzag better يعني ايه؟ hops يعني jump بس هو مش هي jump لقدام كده عادي لا لحي jump يمين وبعدين يرجع ي jump كده وبعدين يرجع ي jump كده يعني لو ال snake ماشي وراه كده هو ودي الطريق اللي هو هيجري فيه ومش هيجري كده وحيفضل يروح الشمال بعدين يعمل hop يمين وشمال ويمين ليه؟ علشان اللي سنجدي وهي ماشية ما تخمنش الخطوة بتاعته اللي جاية امتى عارف لما يبقى فيه عربيات بتجري ورا بعض نشوفها في فيلم اجنابي او حاجة تلاقي العربية اللي قدام دي عملا تعمل كده تاخد غورة ازاي ما بيقوله ليه؟ علشان اللي وراها ما تعرفش تمسك او انت حتى لو بنلعب مع بعض احنا وصحابنا كده اللعبة اللي هي بنجري فيها ورا بعض دي تلاقي اكتر واحد شطروا ما بيتمسكش مش ماشي على طول لعنمال يلف حولين الترابيزة بعدين يجي لك من فوق الكنبة وينزل تحت مش عارفة ايه هي نفس الفكر ده البيهيفيرال ادابتيشن دي الجرب وعمله علشان كان سكيب كويكلي من الدينجور بتاعه لأ لأ بالراحة كده هو ايه اللي حصل هو ازاي الليفينج ارجانزم بتاعنا ده وظف الستركشور الادابتيشن اللي ربنا خلق هاله مع البيهيفيرال الادابتيشن اللي ربنا عمل هاله مع النيرفا السيستم كلهم طلعوني من الدينجور ده ازاي انا حقولك احنا دلوقتي نتخيل اني في سنيك السنيك ده بيقرب كده وطلع ساوند وهو ماشي سمع الجرب فالسنسوري ريسبتور اللي موجود في القير بتاعت الجرب سند المسج دي راحت للبرينت لأ لأ مش فاكر ايه السنسوري ريسبتور ده ده النيرف اللي كان واصل للسنسوري ارجان زي السنسوري ارجان اللي كان موجود في الليج بتاعتنا المرة اللي فاتت لما اللي سماين شوكتنا او زي اللي كانت موجودة في الهاند بتاعتنا لما الحاجة السخنة لساعتنا او في القير بتاعة الجرب فيه سنسوري فيه سنسوري ريسبتور اللي هي مسؤولة عن الهيرنج اول ما سمعت النايز اللي عملها اللي سنيكو هو ماشي راحت بسرعة بلغت المسج دي للسباينا الكورد اللي بدوره بلغها للبرينت البرين اول ما وصلت له الاشارة ايه حركة بسرعة ده اكيد فيه دينجر قول للنج تعمل موف اجري بسرعة بلغ الليج دي لازم تتحرك دلوقتي طبعا الليج ما كدبتش خبر مش بس عملت موف دي بدأت تعمل جامب في زجزاج بعد يبقى الحدوتة كلها حصلت ازاي السنسوري ريسبتور اللي موجودة في القير وصلت المسج بدوره اديني الالارت نبهني كده وقال للنج بسرعة موف وقام الجوربوة بسرعة بدأت الليج بتاعته تعمل جامبينج في زجزاج بعد اللي اتكلمنا عليه يبقى دلوقتي السنس بتاعت الهيرنج مع سترونج الليج بتاعت الجوربوة بمساعدة النيرفا السيستم اللي اديني الاردارات دي كلها هو اللي ساعده يا شباب دي نفس الفكرة اللي في حياتنا كلها الجوربوة ده تخيل ان احنا مثلا في حياتنا بيبقى عندنا حاجات تساعدنا لكن لو ما عنديش الدماغ اللي تفكر فيها لأ مش هعرف تصر زي مثلا لما يبقى عندك هومورك كذا وهمورك كذا وهمورك كذا والدنيا متكربسة قدامك مش عارف تبدأ مين الأول فتقول ماما تقول لك بالراحة وتدوش الأول وبعدين توضى وصلي وبعدين كل حاجة وابدأ الهومورك ده الأول وبعدين خد رستة عشر دقايق وابدأ اللي بعده تلاقيك خلصت مع ان انت في الأول كتفكر انك مش هتقدر تخلص لكن انت قادر تعمل كده وربنا بعث لك ماما اللي تنظم لك الحدوطة بالطريقة دي نفس الفكرة في الجربوة ربنا خلق له السنس بتاعته اللي هي شارب هيرين وال سترونج لج وخلق له كمان اللي ينظم له الحدوطة دي اللي هي النير السيست على فكرة حدوطة الجربوة دي كلها ما بتاخدش وقت ده كل الفيلم ده من اول ما الجربو سمع اللي سنيك وهي بتقرر لغاية ما عمل جنب وجلي منها بتاخد less than one second نفس الفكرة بتاعت الشوكة بتاعت رجلنا الفيديو اللي فيت انت اول ما تشكيت على طول رفعت رجلك حصل الكلام ده بسرعة جدا اهو الريسبونس بتاعنا الاستجابة بتاعتنا للدينجر حوالينا بتاخد طايم صغير جدا الطايم ده نقدر نسميه ريأكشن طايم يعني ايه ريأكشن طايم بتاع اي ليفنج ارجنزم بقى زي الدينجر يعني الطايم اللي الجرب وده اخده من اول ما سامع الاسنيك لغاية ما عمل جام هو ده الريأكشن طايم الطايم اللي حضرتك خدته من اول ما حسيت بالشكة بتاعة السباين لغاية ما رفعت رجلك هو ده الريأكشن طايم على فكرة احنا لو عملنا compare ما بين الريسبونس بتاعنا للدينجر والريسبونس بتاع الجرب والدينجر هنلاقي اللي اتنين ماشيين بنفس السيكونس اللي اتنين ماشيين بنفس النظام اللي اتنين ماشيين بنفس الترتيب انا والجرب وصلت لنا الصين من السينسوري ريسبتور ان فيه دينجر الصين دي راحت بعد كده للبريين والبريين ادى الوردر علشان يتحرك وموف كويكلي كلام ده زي ما حصل عندي زي ما حصل في الجرب علشان الاتنين الوردر دي جاية من النيرف السيستم اللي هو الكمبيوتر بتاع البادي بتاعنا يعني زي ما الجرب وعمل غب في زيجزاج باتر او زيجزاج باث علشان سكيب كويكلي من الدينجر حضرتك بنفس الفكرة عملت موف كويكلي الهند بتاعتك لما تاتش السباين بتاع كاكتوس بلانت مثلا لما لمست سباين بتاعت حتة صبار اللي هو البلانت اللي ليه شوك ده الحدوتة في الاتنين زي بعض الفكرة كلها السنسوري ريسبتور ده موجود في الير فالجرب وسمع ولا موجود في الهند فانا حسيت وهكذا بس نفس السيكوانس ونفس التسلسل كل مرة سنسوري ريسبتور سباينال كورد برين ويرجع الأوردر من البرين البرين للسباينال كورد للمصل أو لل أورجن بتاعك سواء الليج ولها موف أو الليج بتاعت الجرب وتعمل جامب أو الهند بتاعت يوعمل لها موف وهكذا الحدوتة كل مرة نفس النظام أتمنى تكون اتعرفنا على حيات جديدة النهاردة في الجرب وعرفنا هو ازاي وقد ايه شاطر وبيقدر يعمل سكيب من السنيك بالتلات حاجات اللي اتفقنا عليهم بالستركشورل والبيهيفيرال أدابتيشن واللي متحكم فيه وعارف يعمل كنترول وينظم كل حاجة وهو النيرفوس سيستم ذكروا كويس واتمنى لكم كل التوفيق ترجمة نانسي قنقر